تسببت العملية العسكرية التركية الحالية في أضرار مادية جسيمة لسكان المناطق الحدودية إضافة إلى إخلاء عدد من القرى المسيحية نتيجة التوترات المتصاعدة ووفقا لمصادر مطلعة من سكان القرى فإنه تم إخلاء سبع قرى مسيحية خلال هذا الأسبوع ميخايل مختار قرية ميشكا أكد أن قريتهم وست قرى أخرى تمت إخلاؤها بسبب الاشتباكات الدائرة في المنطقة القرى التي تم إخلاؤها تشمل قرى مالختة وكاري وسردشتي وحلوة وجميدستيني وبالوك وبحسب المختار تضم أيضا كل القرى من هذه أو كل قرية من هذه القرى من بين عشر إلى خمسة عشر أسرى حيث نقلت كل عائلة إلى أماكن آمنة أخرى نظرا لتفاقم الوضع الأمني وأيضا المخاوف المستمرة من القتال ولفت المختار الانتباه إلى العماليين الذين كانوا متواجدين في المنطقة من قبل ورغم ذلك فإن الجيش التركي لم يقصف قرى مسيحية بنفس الطريقة التي شهدتها القرى الآن مما يزيد من تعقيد الوضع والمخاوف لدى السكان المحليين ترجمة نانسي قنقر